في يوم عيدهم صدمهم قرار غير متوقع المعلمون الوافدون فوجؤوا بتخفيض بدل السكن الخاص بهم بواقع 60% انخفض البدل مما يعادل 500 دولار إلى 200 فقط قرار صدم المعلمين الوافدين بخفض امتيازاتهم المالية في الوقت الذي ترتفع تكاليف الحياة بشكل كبير بسبب الإجراءات التقشفية الحكومية أتي صاحبة الانخفاض الكبير في أسعار النفط والتي كان من بينها تخفيض مزايا مالية عن شرائح عديدة منها المدرسين وكبار موظفية الحكومة إيجار الشواء السكنية بيتراوح بين 250 دينار 260-270 فمن الصعب جدا أن أنا أدفع نص راتبي سكن والنص التاني هعيش منه أنا أسرة مكوانة من 4 أو 5 أفراد ده شيء صعب فعلا فقد رفعت أسعار البنزين على الجميع أواخر العام الماضي بنسبة تصل إلى 80% كما سيتم رفع أسعار الكهرباء والماء واخر غصص المقبل بواقع سبعة أمثال أسعارها الحالية وتردد حديث عن رفع تكلفة الخدمات الصحية على الوافدين اعتبارا من الشهر المقبل وفي ظل تصاعد المطالبات وتعديل التركيبة السكانية التي شكل الوافدون 70% منها تتزايد المطالب تقليل أعدادهم وأن يتحملوا جزء من الأعباء المالية لسد العجز في الموازنة أسوة بالمواطنين لكن آخرين يحذرون من التضييق على المعلمين ومخاطره على العملية التعليمية يعني أنت قاعد كأنك لما تقلل عليه هذه قاعد تلعب نفسيته هذا مدرس مربي أجهال المفروض هذا تهتم فيه وتزيد أجوره البعض يطالب عدد تهيكلة التعليم بشكل جذري لكي يحقق أهدافه هذا المثاق الأخلاق المهني هو اللي ينظم عمل سواء المعلم ويعطي حق المعلم وأيضا التكاليف اللي تعطى على المعلم وهذه التكاليف يجب أن لا تؤثر على أداء المعلم وأيضا على إنتاجيته وعلى اهتمامه مع الطالب ويدافع بعض المسؤولين الكويتيين عن هذه الإجراءات بالتأكيد على أن رواتب المعلمين الوافدين أفضل بكثير عن مثيلاتها في كثير من الدول العربية ويبقى المعلمون الوافدون في انتظار الوفاء بوعود مسؤولي وزارة التربية بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية لوقف هذه الإجراءات بحقهم مربون نشأ وصانعون الأجيال يجدون أنفسهم في وضع معيشي صعب من دون استقرار نفسي ووظيفي يمكنهم من أداء رسالتهم على الوجه الأكمل وضعون إذا ما استمر سينعكسوا حتما على التعليم ومخرجاته ساعة العنزي سكانوز عربية الكويت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر